تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان يرافقه وفد الصندوق السعودي للتنمية عددا من المشاريع التي يمولها الصندوق بقيمة تصل إلى 30 مليون دولار وذلك ضمن زيارات الصندوق الدورية لهذه المشاريع بهدف الاطمئنان على سير العمل فيها وخلال جولة ميدانية تمت زيارة عدد من المدارس في منطقة الأغوار الوسطى وصويلح بعمان كما تم تفقد أعمال التنفيذ في المدن الصناعية الأربع في كل من محافظة الطفيلة ومأدبة والبلقاء وجرش كما تم تفقد أعمال التنفيذ في مدينة جرش الصناعية التي تقام على أرض مساحتها 208 دنمات مقسمة إلى 18 وحدة استثمارية وقد بلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع حوالى 55% حاليا في حوالي 40 مدرسة تم تمويلها من خلال صندوق السعودي للتنمية جولتنا تستكمل على موقعين مهمات وهو مدن الصناعية في محافظة جرش ومحافظة البلقاء من ضمن منظومة من أربع مدن صناعية تم تمويلها من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 30 مليون دولار بالإضافة إلى المشروع الرئيسي المهم لوزاة الأشغال وهو مشروع طريق الزرقاء الأزرق الذي تم تنفيذه حاليا إنجازنا فيه يفوق 80% نأمل مع نهاية العام الحالي البدء بفتح الطريق على أربع مسارب على مراحل إن شاء الله